ما إن بدأت هذه المدينة المحاصرة تتنفس السعداء من الجهة الجنوبية الغربية تحديدا حتى وضعت الجميع أمام اختبار إنساني حقيقي ووطني إلى أن الخذلان ربما كان هو الحاضر الوحيد الذي كوفئت به مدينة تعز على صبرها لعام أمام ضربات خصومها وحصارهم النخب السياسية حاضرة في الجولات المكوكية والتحركات هي الغائبة فيما يتعلق بالإسناد العسكري والإغاثي لتعز وإن كانت التصريحات التي أعقبت اللحظات الأولى لتحرير المعبر قد أكدت أن وفدا من الحكومة سيقوم بزيارة تعز للإشراف على الأعمال الإغاثية إلى أن تلك التصريحات ظلت كلاما على الهواء ولم تتحول إلى فعل متحرك على الأرض القيادة العسكرية في الهرم الأعلى للجيش التي رحبت بالانتصار الذي حققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية جنوب غرب المدينة تركت المقاومة والجيش يصدان الهجمات المتتالية لتحالف الإنقلاب على تخوم المدينة دونما إسناد حقيقي لو لا استفسال الأبطال في الدفاع عن مواقعهم لسقطت في قبضة الميليشيا من جديد نداءات كثيرة أطلقت مطالبة بحماية انتصار تعز عبر توسيع جبهات المقاومة وتحقيق المزيد من الانتصارات العسكرية والاستراتيجية لحماية المدينة دون ما استجابة حقيقية وفاعلة لتلك النداءات التي لم تجد لها صدى على الأرض الخذلان الذي تتعرض له المقاومة الشعبية والجيش الوطني أدى إلى ارتفاع السخط الشعبي فيما يتعلق بموقف قيادة المنطقة الرابعة التي قيل إنها أوقفت العتادة العسكرية عند الحدود الشطرية القديمة ولم تقدم أي عون عسكري لتعز ورغم وقوعها في إطارها العسكري يرى مراقبون أن القيادة العسكرية والسياسية اتخذت مقاعدا للفرجة على ما يحدث في تعز وتم تناولها في أكثر من صعيد في وسائل إعلام مختلفة وعلى الصعيد الإغاثي يشكو أبناء مدينة تعز من وصول أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية من دقيق وفول ومواد أخرى وزعت كمساعدات على النازحين يخشى ليمنيون من فقدان الثقة بحكومتهم خصوصا مع طول أمد الصراع واستمرار السهداف المدنيين دون أن تبدل حكومة موقفا جادا لتحرير مدينة تعز اشتركوا في القناة